لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله طعمها جميل حلوة جدا يعني وطبعا غنية يلا نشوف المكونات والطريقة معايا كوب طمر بيكون ايه مافيهوش النواحيشة منه النواح وكمان معايا كوب بيت ميا مغلية بحطها على الطمر لاما تسيبيه مع الطمر يدوب وبعدين تضربيه لاما تحطيه على طول في الخلاط اللي هتخلطي فيه ومعايا بيضة ومعايا نصف كوب بيت زيت ومعلاقتين بيكينج بودر ومعلاقة هيل مطحون ومعلاقة ارفة وكوباية ونص دقيق ممكن تخليه واحد ابيض ونص اصمر او تخلطيهم ومعايا كمان ربع كوباية سكر بنخلطهم انا هعملهم في المحضرة اول شيء بعمله بحط الطمر اللي قلتلكم اللي حيشة منه النواح بعدين بضيف عليه الكوباية الميا المغلية وتضربيهم كويس جدا في الخلاط عشان يدوبوا مع بعضيهم كده بعد ما داب بنزل بايه بنزل بالزيت المفروض هحط البيضة بس بتسيبيه لما يبرد شوية هنزل بالزيت وحط السكر وكمان هضيف البيضة مش هنحط فانيليا طبعا عشان معانا ارفة وهيل وهضربهم كويس جدا عشان يندمجوا مع الطمر مع الطمر وبعدين ببدأ انخل الدقيق عليه الكوباية ونص وعلى سرعة واحدة بس بنضرب شوية شوية عشان يدخلط معايا الدقيق كويس جدا هي دي كيكة الطمر كيكة سهلة وبسيطة وبتطلع لذيذة جدا بحط اخر شيء الهيل والقرفة كده معايا خلصت كيكة الطمر بنزل بالبيكينج بودر اخر حاجة انا قلت لكم في الكيك بحب احط اخر حاجة البيكينج بودر عشان تنفش الكيكة وتكون حلوة بقلبهم وانا جاي بسنية دهناها بالزيت مجهزاها هي سيليكون مش بيلزق فيها فمش لازم ان انا احط لها دقيق ولا شيء بس بتحينها بالزيت وبحط خليط الكيك فيها هحط كل الخليط وبعدين بسويه وبدخله فرن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة ساعة ياخد تلت ساعة يعني ان شاء الله وكده الكيكة بعد ما خرجت معي من الفرن بسيبها تهدى شوية وبنقلبها مع بعض ان شاء الله يلا بنقلبها مع بعض بتطلع حلوة جدا شكلها لزيز وبتطلع طعمها كمان لزيز جدا هنزينها مع بعض ممكن تكليها كده بيطلع طعمها حلوة جدا يعني مغزية وطعمها كمان كده حلوة لكن انا هعمل لها زي خلطة على الوش بتديها طعم وشكلي كمان الخلطة دي عبارة عن نص كباية سكر ومعلقة كبيرة من الزبدة وعلبة قشطة بنزل السكر بخليه يتكرمل عشان نعمله كرامل الكرامل بيمشي جدا مع كيكة الطمر فهعمل السكر هحطه على النار لحد لما يبدأ يتحرق معايا ويتكرمل مش عايزة سيبه يتكرمل جامد عشان ما يتحرقش معايا وكمان تخلي بالكم عشان السكر حرقته وحشا اول لما يبدأ يتكرمل معايا هنزل بالزبدة وهنزل بالقشطة هخلي شوية من القشطة عشان ازين بيها كمان الوش شايفين كده بدأ خلاص يتكرمل معايا تخلي بالكم عليه بتحطه المعلقة الزبدة بتسيحه كويس جدا خلي بالكم علاق ديكم بتتهينوا بيها الكيكة عادي بيبقى زي صوص طري شايفين شكل الصوص ايه معايا بحطه كله في الكيكة وفي الجوانب على وش الكيكة وفي الجوانب بيديها طعم وشكل كمان حلو جدا وهزينه من فوق بالقشطة المعلقة القشطة اللي انا خليتها من العلبة بزينها بيه بالشكل ده كده بعمل خطوط عليها واعمل اي شكل زي ما بتحبوا تزينوها كده شكلها معايا كيكة الطمر في الاخر لازم تجربوها ان شاء الله بتطلع طعمها جميل تطلع طعمها لزيز جدا اتمنى ان هي تعجبكم واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر